من تجاوز من قد دون إحرام مجلب عليه الهدي أم هو مخير بين الهدي والصيام والإطعام إذا بدون إحرام قد تعني أمرين عند فاهميها بدون إحرام بنون نية الإحرام والإهلال معنى أما بدون لبس الملابس ده الذي فيها تخيير ده التي فيها تخيير أما بدون إهلال بدون إهلال لبيك اللهم لبيك بدون إهلال ولا نية فبدون نية بدون نية عفوة عزوة الله مشترجين تجاوز الميقات بدون إحرام يشمل الإهلال والملابس يشمل الإهلال والملابس عليه دم عند الجمهور عند الجمهور أما إذا أهل قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وهو عليه ملابسه مخير بين الثلاثة شكراً السلام عليكم عليكم السلام نعم لو سمعت يا شيخ كان زوجي منطر يسافر برة مصر فكنا محتاجين نعمل حساب في البنك طيب وإحنا بنعمل حساب في البنك كنا حطين مبلغ من المال وإحنا الحمد لله مقرارين مش هناخد أي مبلغ ربوي طيب كموظف البنك أقنع زوجي إن هو يشتري بها شهادة وقال أنت مش محتاجين إنه الفلوس قلنا له لا مش محتاجينها فهل خلاص إحنا هاخد المبلغ نعمل شهادة والمبلغ الفايدة هنقود على نظام قرد ونعمل بها شهادة جديدة وإحنا كان في جهل اللي عندنا ما كناش فاهمين فهل كده علينا زمن؟ إذا كنتم جاهلة فأنتم معذرون بالجهل إذا كنتم جاهلة فأنتم معذرون بالجهل لستم بجاهلة تأسمون إحنا الحمد لله مقررين مش هناخد أي حاجة هنخرجه يعني إذا كنتم لن تأخذوا الرباء خلاص شكرا لكم شكرا أو تأخذونه أو تخرجونه على سبيل التخلص منه أيضا جزاك الله خيص شكرا